بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نحمده تعالى ونشكره كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل في طاعته ومرضاته ونشكره تعالى على آلائه ونعمائه ويتجدد بين اللقاء أيها الإخوة الكرام في درس من دروس المسجد الحرام ضمن البرامج العلمية التي تعدها وتهيئها إدارة التوعية والتوجيه في المسجد الحرام وموضوع هذا الدرس أيها الإخوة الكرام بعنوان وأقبل شهر رمضان والحديث عن مقدم الشهر الكريم يكون في الفقرات التالية أولا أو واحد الاستعداد لمقدمه ثانيا التهنئة بمقدمه ثالثا الاستبشار والفرح بقدومه رابعا الإجتناب للمحظورات المنقصة للثواب أو المفسدة للصيام خامسا القصد والاعتدال في المباحات من المآكل والمشارب ونحوها فأقول وبالله تعالى التوفيق إن من منة الله تعالى وفضله وكرمه على عباده أن هيئ لهم مواسم للخيرات مواسم للخيرات ومناء وهي من المناسبات العظيمة التي تسقل الإيمان في القلوب وتحرك المشاعر الفياضة في النفوس فتزيد في الطاعات وتضيق في مجالات الشر في المجتمعات وتعطي المسلمين دروسا في الوحدة في الوحدة والإخاء والتضامن والصفاء والبر والصلة والهناء والطهر والخير والنقاء والصبر والشجاعة والإباء إن هذه المواسم لهي والله فرصة للخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى فنحن وإذ نستعد بتوفيق الله تعالى لاستقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كيف أخي المسلم أختي المسلمة كيف أنت بالاستعداد لمقدمه الاستعداد لمقدم رمضان يكون أولا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يبلغنا الشهر الكريم فكم من الناس الذين كانوا معنا في رمضان الماضي أو بعده وهم الآن تحت الثرى نسأل الله الكريم أن يغفر لنا ولهم وأن يرحمهم فالإنسان يدعو الله تعالى بأن يكرمه بأن يبلغه الشهر الكريم وهذا من هدي الصحاب من هدي السلف الصالح كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم الشهر الكريم لما في قلوبهم من المحبة والشوق لإدراكه الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام وخاصة لمن كان عليه قضاء من رمضان الماضي المبادرة إلى قضاء ما عليه من سيام لرمضان الماضي قبل أن يدركه شهر رمضان المقبل فإن من كان عليه قضاء واجب من رمضان الماضي يجب عليه أن يبادر بالقضاء يجب عليه أن يبادر بالقضاء قبل أن يدركه شهر رمضان القادم إذا كان قادرا على الصيام إذا كان قادرا على الصيام وجب عليه المبادرة فإن أدركه الشهر الكريم وهو لم يسم ما عليه من قضاء فإنه يجب عليه أن يصومه بعد العيد من رمضان المقبل مع أداء كفارة لكل يوم عن تأخيره في القضاء والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم تأخر فيه عن القضاء لما كان عليه من شهر رمضان السابق الأمر الثالث الاستعداد لمقدمه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة والاستغفار لا بد أن يهيئ الإنسان نفسه باستقبال شهر رمضان بالتوبة إلى الله عز وجل مما كان عليه من تقسير وتفريط وتجاوزات في حق الله سبحانه وتعالى وذلك بتحقيق شروط التوبة بالإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والعزم على أن لا يعود بالإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على ما حصل منه من معصية هذا إذا كانت المعصية في حق من حقوق الله تعالى أما إذا كانت في حق من حقوق الآدم فتزيد أيضا شرطا رابعا وهي أن يستحل من أخيه المسلم ما كان له عليه من حق فإن كان مالا أداه وإن كان عرضا استسمحه في ذلك فنستعد أيها الإخوة الكرام باستقبال هذا الشهر بالدعاء بأن يبلغنا الله تعالى الشهر الكريم وبالقضى لمن كان عليه صياما من رمضان الماضي وبالتوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه ثانيا التهنئة بقدوم الشهر الكريم التهنئة بقدوم هذا الشهر الكريم هذا كان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمقدم الشهر الكريم كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر وبقدومه ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وأخرجه الإمام النساء في سننه وإسناده صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم سيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم هكذا كان هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبشارة بهذا الشهر الكريم كان يبشر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه بمقدم هذا الشهر وقد ذكر أهل العلم أن هذا من السنة التهنئة بقدوم الشهر الكريم فهو شهر مبارك كما جاء في هذا الحديث شهر مبارك لماذا؟ فيه تفتح أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم أبواب السماء أبواب الجنة نسأل الله الكريم من فضله وتغلق فيه أبواب الجحيم من باب الاستبشار بالإقلاع عن الذنوب بتوفيق الله جل وعلا وتغل فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه فيما سواه من التسلط على عباد الله وإيذائهم وتثبيطهم عن عبادة الله عز وجل وإن كان هناك من يقول أن هناك من يقع في المعاصي وأن الشياطين تغوي الإنسان في شهر رمضان فكيف يكون التوفيق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما نجد من المعاصي وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى جوابا على ذلك أن الذي تغل فيه الذي تغل في الشهر رمضان هم المردة هم مردة الشياطين أما عامة الشياطين فإنها لا تغل والله أعلم فقد يخرصون إلى ما يخرصون إليه من ضعفاء النفوس والله المستعان ولكن هذا من الخير الذي يبشر الله تعالى به عبادة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن مردة الشياطين تغل في هذا الشهر الكريم وفي هذا الشهر الكريم ليلة خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر التي هي خير وليست محصورة في ألف شهر كما يفهم البعض بل هي خير وإذا قال المولى سبحانه وتعالى هذا خير فهو خير لا يعلمه إلا الله جل وعلا فهنيئاً لمن غنم تلك الليلة واستغل وقتها في الخير وطاعة الله والمحروم من حرم خيرها نعوذ بالله من الحرمان من حرم خيرها فقد حرم فأقول من السنة التهنئة بمقدم الشهر الكريم أن يتبادل المسلمون التهنئة بقدوم هذا الشهر المبارك لما فيه من الخيرات ثالثاً الاستبشار والفرح والاغتباط بمقدمه وتذكر منة الله سبحانه وتعالى وفضله بإدراكه وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى ومنته بالقدرة على الثيام نعم لا بد أن الإنسان لا بد على الإنسان أن يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليه بإدراكه لهذا الشهر الكريم فكم من الناس الذين لم يحصل لهم هذا الخير بوفاة أو بزوال عقل أو نحو ذلك ويفرح بنعمة الصيام التي هي من أجل العبادات كما في الحديث القدسي كل عمر بن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضيف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه الله أكبر نسبه إليه نسبة تشريف وتكريم نسبة تشريف وتكريم إنه الكريم الأكرم جل في علاه فاستبشروا أيها المؤمنون بفضل الله تعالى وأحمده واشكروه على أن من عليكم بإدراكه وتفضل عليكم بالقدرة على الصيام فالقدرة على الصيام نعمة من الله جل وعلا عظيمة 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 لا يستشعرها ولا يعرف قدرها إلا من حرم هذه النعمة فكم من الناس من أهل الإيمان الذين تتفطر قلوبهم لصيام هذا الشهر بعد أن أدركوه من الله عليهم بإدراكه ولكن لا يستطيعون الصيام لظروفهم الصحية وعدم قدرتهم فأحمد الله تعالى أيها المسلمون على ما من به عليكم من إدراك الشهر وما تفضل وتكرم به سبحانه وتعالى من القدرة على الصيام فإن القدرة على الصيام من أجل نعم الله عز وجل على العبد أن جعله عابدا لله بصيامه ومتعبدا له بطاعته فأقول نعم نستبشر بمقدم هذا الشهر إذ تفضل الله تعالى علينا بإدراكه وتفضل علينا تعالى بالقدرة على الصيام لماذا نستبشر لأن هذا الشهر الكريم موسم موسم من مواسم الخيرات موسم من مواسم الخيرات التي أكرم الله تعالى بها عبادة ففي الحديث الصحيح بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة أعطيت خمس خصال لم تعطها أمة من الأمم في شهر رمضان الخصرة الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ذلك أن الصيام عبادة وأن خلوف الصائم وهي الرائحة التي تخرج من الفم وتشم من الفم مع أثر الصيام وعدم الطعام هي رائحة مستكراها عند الناس ولكنها عند الله تعالى إذ كانت من أثر عبادة إذ كانت من أثر عبادة فهي عند الله تعالى أطيب من ريح المسك نسأل الله الكريم فضله وهذا من فضل الله تعالى أن آثار العبادة عند الله عز وجل طيبة الثانية الخصة الثانية التي أعطيت لهذه الأمة في هذا الشهر الكريم تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا أن تصائم أخي الكريم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يستغفرون لك فهنأ فهنأ أخي في هذا الخير إنهم يستغفرون لك فأبشر بمغفرة الله وأنت صائم لكن لا بد أن تحقق حقيقة الصيام لتنل هذا الخير بحفظ صيامك عن النواقص والنواقص فأقول بفضل الله تعالى أنت صائم وملائكة الرحمن جل وعلا عليهم السلام يستغفرون لك أخي الكريم حتى تفطر والله إنه لفضل عظيم وكرم من الكريم فأحمد الله تعالى واشكره على هذا الخير الثالثة يزين الله تعالى في كل ليلة وفي كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويصيروا إليك وهذه من البشائر التي يبشر الله تعالى بها عباده فالإنسان ولله المثل الأعلى إذا كان لديه مناسبة ترى هو يستعد ويهيئ مكانه ويزينه لضيوفه وهذا من الإكرام فيا ترى كيف كرم الكريم وإكرامه لعباده المؤمنين إن ذلك من كرم الله تعالى أن يزين جل وعلا جنته في كل يوم لعباده الصالحين ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويصيروا إليك ويصيروا إلى هذه الجنة يلقوا عنهم المؤون والأذى في هذه الدنيا وما فيها من كبد ونكد والله المستعان ونسأل الله الكريم أن يكرمنا وإياكم بالحياة الطيبة وأن يكرمنا وإياكم بالفردوس الأعلى من الجنة الرابعة تصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره وهذا من الإعانة على الخير من الإعانة على الخير أن تصفد هذه المرضة من الشياطين لأجل لا يثقل عباد الله عن العبادة أو يصدوهم عن عبادة الله عز وجل وهذا من رحمة الله تعالى بعباده الخصرة الخامسة من الخصال الخمس التي أعطيت هذه الأمة في شهر رمضان ولم تعطاها أمة قبلها يغفر الله لهم يغفر الله لهذه الأمة في آخر ليلة منه في آخر ليلة منه قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا وإنما يوفى العامل عمله إذا وفى أجره إنما يوفى العامل أجره إذا وفى عمله فهذه الليلة في آخر ليلة يغفر لهذه الأمة ممن وفقهم الله تعالى للصيام والقيام إيمانا واحتسابا فيستبشر به بهذا الشهر الكريم بما فيه من الخيرات أيضا فيه من الخيرات ما بشر به الحبيب المصطفى في المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر نعم إذن لنستبشر إخوة الكرام بمقدم هذا الشهر الكريم إذ أقبل علينا نعم إيمانا بالله وتصديقا بما وعد الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من الخيرات في هذا الشهر الكريم فمن صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله عز وجل الذي وعد الله به ووعد به رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك الحال من قام رمضان وكذلك الحال من قام ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله الكريم من فضله فحريم بالمسلم أن يستبشر بهذا الخير وبهذا الموسم إذ يسمع مثل هذه الخيرات بمقدم هذا الشهر الكريم وأقبل شهر رمضان نعم أقبل ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمائه وآلائه إذ تفضل علينا بإدراكه فحق على المسلم أن يشكر الله عز وجل حق شكره إذ أكرمه بهذه النعمة وتفضل عليه بهذه المنة نسأل الله الكريم من فضله نعم يستبشر الإنسان بمقدم هذا الشهر الكريم وكيف ذلك بما بشر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحي الذي رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا مجتنبت الكبائر مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر فأنت أخي الكريم إذ تسمع مثل هذه النصوص الكريمة تستبشر إذن لا بد أن نفرح بمقدمة ونستبشر بهذه الخيرات ثم نستبشر بالأجر العظيم الذي لا نعلم حده ولا قدره إنما هو عند الله عز وجل كما في الحديث القدسي كل عمل بن آدم له الحسنة بعشر أمثالها قال الله تعالى إلا الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه الله أكبر الله أكبر كما أسلفنا فهذه نسفة تشريف وتكريم من الله تعالى لهذه العبادة العظيمة وإذ قال سبحانه وتعالى فإنه لي وأنا أجزيبه فإنك على خير عظيم لأن ذلك وعد من الكريم الأكرم ولله المثل الأعلى لو كان هناك أحد من أهل الدنيا ممن عرف بالكرم والسخاء وقال وقال أعمل لهذا العمل وحقك علي أتراك ستتأخر عن تنفيذ هذا العمل وأنت تعلم أن هذا الرجل يكرم كلا بل ستبادر لقيامي وإنجازي هذا العمل لأنك مستبشر بما سيعطيك لأنه كريم فإذا كان هذا حال أهل الدنيا وكرمهم الذي هو من كرم الله عز وجل وما تكرم به عليهم فمن الأولى والأحرى والآكد أن نستبشر بفضل الله تعالى بما وعد به بأداء هذه الفريضة أو غيرها من الخيرات التي يكرم الله تعالى بها عباده المؤمنون فالإنسان يستبشر بفضل الله تعالى ويعلم أن الله تعالى هو الكريم الأكرم ويعلم أن الله تعالى سيتفضل عليه بالخيرات فليستبشر بفضل الله تعالى وإحسانه جل فعلا إذن على المسلم أن يكون مستبشرا بفضل الله الفقرة الرابعة الإجتناب للمحظورات والمحرمات التي تكون سببا في نقص ثواب الصيام أو في فساد هذا الصيام وذهاب أجره فأنت الآن أخي الكريم بصدد استقبال هذا الشهر الكريم روض نفسك رحمة الله وإياك واستعد لأن تحفظ صيامك من النواقص ومن النواقص يقول عليه أفضل الصلاة وأسك السلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه من أجله نعم ليس لله حاجة في أن تدعى الصيام في أن تدعى الطعام والشراب وأنت على خطأ في قول زور أو انتهاك محرمات أو فعل المحظورات لا بد أخي الكريم أن تستقى مع الله تعالى بالتوبة بالإقلاع عن هذه الذنوب والعثام وأن تستقبل الشهر الكريم إذ أكرمك الله تعالى بإدراكه أن تستقبله بالإقلاع عن الذنوب بالإقلاع عن المعاصي المعاصي والذنوب القولية والفعلية ومن باب أولى الاعتقادية لا بد أن تحفظ لسانك عن كل قول زور من كذب أو نميمة أو غيبة أو شهادة زور أو نحو ذلك من المحرمات اللفظية لأن اللسان هو آفة الإنسان وهو سبب لورود الإنسان إلى النار كما في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فلا بد أن تحفظ لسانك أخي الكريم عما حرم الله تعالى من الأقوال وتحفظ جوارحك تحفظ جوارحك عن المحرمات من الأفعال فتحفظ سمعك عن المحرمات من الأغاني والمنكرات والاستماع والاستماع لما حرم الله من الغيبة والنميمة وآلات اللهو وما في حكمها وتحفظ بصرك عن النظر المحرم سواء مباشرة في الأماكن العامة أو نحو ذلك من الأماكن التي قد يكون فيها تواجد للجنسين أو من خلال هذه الشاشة أو هذه المواقع المزعجة السيئة احفظ بصرك فإنها هذه النعمة نعمة الإبصار فإنها نعمة عظيمة كم من الناس الذين يتمنون أن يكونوا على خير من الله تعالى بنعمة الإبصار وعلم أنك مسؤول عن هذه الحواس كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا فاحفظ بصرك أخ الكريم عما يغذف الله أحفظه عن النظر المحرم امتثالا لأمر الله عز وجل إذ يقول قل للمؤمنين يغضوا من أفصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكالهم نعم نعمة البصر نعمة عظيمة لا يستشعر فضلها إلا من حرمها فاحفظ هذه الجوارح واغتنم طاعة الله واغتنم نعمة الله التي أنعم الله عليك بها وهي نعمة الإبصار اغتنمها في طاعة الله عز وجل واحفظ جميع جوارحك فلا تبطش بيدك على أحد بدون وجهك ولا تمشي بقدمك إلى محرم وإنما امشي بها إلى طاعة الله خط المساجد والتواصل مع ذوي الأرحام من الأقارب والأصدقاء والصالحين زيارة لله وتقربا إلى الله تعالى في الصلة والزيارة في جلاله سبحانه وتعالى فتحفظ صيامك أخي عما يحرم الله تعالى من الأقوال والأفعال نسأل الله الكريم أي عيننا وإياكم على ذلك الخامس القصد والاعتدال في المباحات من المآكل والمشارب والأثاث وذلك أن البعض من الناس يستقبل هذا الشهر الكريم بأصناف وأنواع وألوان من الأطعمة كأنه في هلع وفزع خوف من الجوع نعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجية كما استعاذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسرف في معاكله بل وربما يكون ذلك من بابي التبذير بحيث أنه يجمع ما لا يحتاجه أو يشتري ما لا يجوس الإسراف الإسراف الزيادة في المباحات عن قدر الحاجة الزيادة في المباحات عن قدر الحاجة والله تعالى لا يحب المسرفين كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فالإنسان يعتدل في نفقاته وفي مصروفاته في مطعمه في مشربه في تأثيثه لداره في ملبسه البعض من الناس أيضا إذا أخدم الشهر الكريم لربما تجاوز في حاجاته عن الضروري إلى ما ليس به حاجة ولا ضرورة خاصة بعض الناس الذين يسقلون على أنفسهم بتغيير الأثاث أو الزيادة في المآكل والمشارب ومما يؤسف له أن هذه المآكل والمشارب التي تزيد عن الحاجة بعد تناول ما تيسر منها بعد الإفطار لربما لا تحترم فالبعض من الناس بعد فراغه من الأكل ووجود الزائد منها لربما يلقيه في محل النفايات والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه خطيئة كبيرة لا يجوز للمسلم أن يمتهن نعمة الله وأن لا يقوم بإكرامها بل الواجب على المسلم الإكرام لنعمة الله فالواجب أولا أن لا تزيد عن حاجتك في طعامك وإذا زاد فأكرم نعمة الله تعالى بأن تحفظ هذا الزائد بأن تحفظ هذا الزائد بأي أنواع الحفظ إما أن تحفظه لديك إلى يوم آخر ولا ضير في ذلك ولله الحمد وهذا من إكرام النعمة أو تطعمه لمن تجد من جيران أو إخوان أو نحو ذلك أما أن ترميه وتلقيه في محل النفايات أكرمكم الله وأكرم الله نعمته فهذا حرام ولا يجوز هذا أمر محرم ولا يجوز لأنه من امتهان النعمة وعدم إكرامها فاحذر أخي الكريم من ذلك واحرص على أن لا تلقي ولا تضع على مائدتك إلا ما تجد أنك بحاجة إلى تناوله دون زيادة أو نقص أسأله تعالى إن يحفظ علينا وعليكم هذه النعمة وعلموا أن امتهان النعم وعدم إكرامها سبب لزوالها نسأل الله السلامة والعافية وهذا أمر مشاهد نعوذ بالله من الحرمان ونعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه وكذلك الاقتصاد في التأثيث للمنازل فبعض الناس اتخذها عادة إذا أقبل الشهر أو قبل نهايته للعيدين يغير أثاث منزله وهذا فيه اثقال على كاهله بالنفقات ولربما استدان لأجي ذلك ومما هو مزعج أنك تجد البعض لربما يغير هذا الأثاث وهو لا يزال بحالة جيدة فهذا أمر لا يجوز وهو من التبذير الذي حرمه الله تعالى بقوله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فهل ترضى أخي أن تأخذ هذا الوصف كلا حاشاك أن ترضى بمثل هذا الوصف نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاحذر أخي أن تنفق فيما لا حاجة فيه أو أن تنفق نفقة محرمة فإن ذلك هو عين التبذير حفظنا الله وإياكم فالواجب على المسلم الاعتدال في نفقاته وتجنب الإسراف أو التبذير في ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل وكسبا لمحبة الله تعالى لأنه جل وعلا لا يحب المسرفين هكذا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نستقبل الشهر الكريم بحمد الله تعالى وشكره على إدراكه شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وحمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والدعاء بأن يوفقنا فيه تعالى للصيام والقيام والتزود بالأعمال الصالحة إيمانا واحتسابا والتهنئة بمقدمه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستبشار بمقدمه وقدومه لما فيه من الخيرات التي بشر الله تعالى بها على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والاجتناب للمحذورات والمحرمات حفظا للصيام من النواقص والنواقض والقصد والاعتدال في المباحات والنفقات مما آكل ومشارب وما في حكمها هكذا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن يكون استقبالنا لشهر رمضان وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا فإن هذا الشهر فرصة والله عظيمة للتزود بالأعمال الصالحة للتزود بالعمل والتقرب إلى الله تعالى بما يحب من الأعمال فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا واحذروا من الحرمان فإن المحروم من حرم فيه رحمة الله وحرم الخير فيه نعوذ بالله من الحرمان نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويحفظ صيامنا من النواقص والنواقض القولية والفعلية وأن يجعلنا وإياكم ممن يتفضل عليه تعالى بالمغفرة لما تقدم من دمه وأن يكفر عننا السيئات وأن يرفع لنا الدرجات وأن يعظم لنا الأجور بمنه وفضله وكرمه إنه تعالى قريب مجيب الدعوات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة